الميت في المنام إنت عايز تشوف أي حد ميت في المنام المنياو بيقول في منة القادر إيه إنك إنت لو أردت إنك إنت ترى أي شخص مات تصدق له وفعل له أعمال بر كتير أو أعمال خير كتير ما تقلقش حتشوفه في منامك عشان كده يعني سبحان الله فيه أشخاص كتير أحد يشتكوا ويقول لك إحنا ما شوفناش والدنا المتوفي بقى فترة كتيرة واحد تاني يقول لك يعني سبحان الله أنا ما شفتش والدتي اللي ماتت من ساعة ما توفت ما شفتاش في المنام واحد تالت يقولك انا نفسه شوف ابني في المنام في الدار الاخرى عامل ازاي وانا مش قادر ان انا شوفه واحد تالت بيقولك ازاي ان انا شوف قريب المتوفر في المنام ازاي ان انا شوف ابويا في المنام ازاي ان انا شوف امي في المنام كل ده سهل جدا اعمال صالحة واعمال برر تقدمهم يعني تقدم الاعمال ديت للشخص المتوفر ده يرزوكك الله برؤيته ثم ان الاموات يعني سبحان الله بتوصلهم اخبارك والأموات يعني سبحان الله بتصلهم كل الأخبار بتاعتك وفيه رواية بتقولك إن فيه يعني سبحان الله ملك الملك ده موكل إنه هو ينجل أخبارك كل جمعة لأهلك ولأبنائك أو لعشيرتك اللي توفوا قبل منك من أعمال الخير اتجوزت رزقت بزرية طلقت جالك ولد جالك بنت المشاكل اللي موجودة في حياتك أزيلت كل هذه الأخبار بتنتقل للأموات عنك وده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعض الأشخاص تقولك إن الكلام ده يعني سبحان الله غير حقيقي ولكن اللي اتفق عليه يعني سبحان الله أكثر العلماء إن الأرواح بتطلاقة وإني يعني سبحان الله روحك قد تلطقي مع روح الميت فسبحان الله يخبرك عن كل شيء بيدور معك الضر الآخرة عشان كده إياك إنك أنت تستهين إنك أنت تشوف الميت أو إنك أنت مثلا لما تشوف أي حد مات تقول إنه مجرد حل وتخفل عنه فالميت لما بيجي لك في المنام هو أشيلك رسالة الرسالة ديت إما إنه بيحذرك وإما إنه بيبشرك إنت بقى أعرف إن الميت في المنام بيحذرني وإنت أعرف إنه بيبشرني الميت لو شفت عليه ثياب خضراء أو ثياب بيضاء أو بيبتسم أو بيضحك أو صحته حلوة في المنام أو إنه بيديني شيء في المنام أو إنه ماشي معايا في المنام أو إنه مثلا في مياه بيزبح فيها كل هذه الأشياء إنه بيبشرك إنه في حال خير في الضر الآخرة وإنك أنت تتطمن علي ما تقلقش ودي غالب الرؤى اللي بيشوفها أي حد مات له قريب في الأيام الأولى أو في الأسبوع الأول أو في الشهر الأول أما بقى يا سيدي إنه بيحذرك لما تشوف إنه مريض أو تعبان أو إنه مثلا حزين أو إنه قاعد بيبكي كده فتعرف في اللحظة دية إن الميت يعني سبحان الله بيحذرك إن حياتك مش كويسة وإنك أنت يعني سبحان الله لازم إنك أنت تجدم له أي حسنات وفي اللحظة دية بيطلب الشفاعة منك مش مصدقني؟ طب تعالى أقول لك حاجة بس قبل ما أقولها لك يا ريت إنك أنت تدوس لك وتعمل مشاركة مش هتخسر أي حاجة لو دوست لك وعملت مشاركة وكتبت تام ها كتبت؟ طيب بص يا سيدي ربنا سبحانه وتعالى بيقول من ذا الذي يشفعن به إلا بإذنه فعرف إن ربنا سبحانه وتعالى لما يبعت لك حد ميت في المنام أذن الله عز وجل لك أن تشفع لهذا الميت فأنت شفته تعبان أو مريض دي إذن إنك أنت تشفعه تعرف لو أنت طلعت له صدقة تعرف إن حياتك فيها مصيبة فالصدقة اللي أنت طلعتها للميت دهيت أذن الله عز وجل عنك هذه المصيبة بسبب هذه الصدقة شفته الأمور سهلة ويصيرت زي؟ فعشان كده أنا عايزك ما تستهينش برؤية الميت ولو عايز تشوف أي ولدك المتوفي في المنام أو عايز تشوف حد ميت في المنام اعمل الأعمال اللي أنا قلتها لك ديت وحتشوفه وإزاي إنك أنت يعني سبحان الله تعرف إن الميت في حال خير بالطريقة اللي أنا قلتها لك قبل كده وإزاي تعرف النوع في حال شر بالطريقة اللي أنا ذكرتها لك وكل ده بيعود على حياتك أنت فلو شفت الميت في حال خير فأنت في خير ولو شفت النوع مهموم أو حزين فانت اللي مهموم وحزين المعلومات دي كنت تعرفها قبل كده ممكن تشاركنا في التعليقات اللي انت شفتها عن الأموات بصفة عامة وان شاء الرحمن حرد عليك في أمان الله